هل جربت العمل بتوقيت الزمن الكاظمي؟ السؤال فكاهي لكن الإجابة حقيقة لا خيال رئيس الوزراء الرجل المكوكي الذي بات مثار تساؤل افتراضي متى يأكل الرئيس؟ متى ينام؟ ومتى يأخذ قصة من الراحة؟ من بغداد إلى واشنطن ومن واشنطن إلى البصرة ثم على وجه السرعة إلى العاصمة الأردنية عمان رجوعا إلى الكاظم لقاءة لا تفصل ساعات طويلة بينها وقد يحدث ذلك فقط مع الكاظمي التساؤلات طرأت على العراقيين لحداثة السلوك الذي لم يلمسوه فيما مضى فرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتحدث في اجتماع عن ظهر يوم ما ثم بعد العصر بنفس اليوم تجده في مكان آخر عليك انتعي موعد إقلاع الطائرة وربما إذا بحثت عن الكابتن ستجد أنه يقود طائرة سرعة الاستجابة للتغيرات السياسية في العراق هذا نهج الكاظمي اليوم الذي ترك روح الفكاهة عند العراقيين لكنها روح سعادة بعد أن جاء رئيس وزراء لا يكل ولا يمل من متابعة ما يجري أولا بأول دون تأجيل بعد أن طفح كيل التأجيل وعمل على تأخير مستقبل العراقيين فيما مضى يوم الكاظمي ليس 24 ساعة قد يكون يومه بيومين هذه إجابات يفترضها عراقيون مجازا لحجم إنجاز رجل الحكومة العملي بشكل بحت وقد يحدث أن يربط الرئيس الليلة بالنهار على متواصل الاجتماعي شديد الملاحظة هنا أيضا وجدوا أن حذاء الرئيس الرياضي مع بذلة رسمية خير دليلا على أنه لا يأخذ قصطا من الراحة لكن العراقي بلسان حال المتفائل يقول إنه الرجل المناسب فالعراق لا يريد من ينام عن قضايا البلاد